مشهد مؤثر سيد طلال ما الذي يمثله وبماذا يذكرك أولا أعتقد أن هذه الدماء لو كتبت لنا لتكتب رسائل إلى الجميع أولا لا تصالح ثانيا أعتقد أن هذه الدماء لو كتبت للمطبعين عليكم أن تخجلوا على ذاتكم أن تخجلوا من ذاتكم كيف تصافحون من قتل امرأة تريد أن تنقل الحقيقة رسالة إلى شعبنا الفلسطيني أن اتحدوا على برنامج قول الحق وفعل الحق ودعم المقاومة أنا أعتقد أن اليوم نحن أمام هذه الآلة الإجرامية المتواصلة التي تفتك والتي تقتل والتي تسفك الدماء أنا الأوان أن نستيقظ والله أنا الأوان أن نقف ولابد أن نعلم أن دماءنا والله أغلى من كل الصهاينة أن دماءنا أغلى من الصهاينة ومن آبائهم وأمهاتهم وأطفالهم لابد أن نقول اليوم كفانا عبثا بطرق التفافية على القضية الفلسطينية طريقها واحد نقل الكلمة ونقل الصورة والفعل المقاوم على ثرى فلسطين فلابد أن نتحد بغرفة وطنية مشتركة انتصارا لهذه الدماء انتصارا لجميع شهدائنا الأبرار انتصارا لآهات أمهاتنا انتصارا لأخواتنا لأعراضنا أن نتوحد على كلمة سواء من أجل أن نوقف والله هذه الدماء التي تتناثر يمنة الوصف ترجمة نانسي قنقر